فيه تعقيد في الشروط دي كلها ولا يعني الحصول على الرخصة في النمسا شايفة فيه تعقيد جدا يعني جدا 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 أنا شايفة ان شو فيه هو صح ان احنا نتعلم الاشارات المرورية وصح ان احنا بجد نفهم ازاي نمشي ويكون عندنا سلوك جايد في السواق ده كله الزامي ده ممتاز لان لازم عشان ازاي ما قلنا من شوية دي ارواحنا وارواح الاخرين بس انا شايفة ان فيه مبلغة ولكن دي مشكلة النمسا مش بس في رخصة القيادة في كل شي انا كل مرة بقعد هنا وبنتكلم على قانون معين سواء الجنسية سواء اللجوء سواء اليوجن امت او ايا كان بنقول الاجراءات في النمسا صعبة جدا الاجراءات معقدة جدا في النمسا يعني فيه دول اوروبية كتير ما بتكونش فيها رخصة القيادة بالصعوبة اللي هنا يمكن برضو كمان حضرتك عارف ده ما بتكونش بالصعوبة دي فانا شايفة ان اه في صعوبة يعني 1500 سؤال ان انا لازم ادرسهم وبالصعوبة دي يعني ممكن يكون كان فيه تخفيف افضل من كده يعني خلينا ناخد مثال عملي عندنا شخص من العراق واحنا مصريين الرخصة عندكم بتطلع ازاي في العلاق؟ لا بالتأكيد فيه فرق شاسع يعني طيب بتطلع ازاي عندكم؟ يعني فيه حالات كثيرة يعني ما نريد نطرق الها لكن يعني واحدة من الحالات انه اشخاص يسوقوا بدون رخصة او حاليا فيه تجديد حسب ما سمعت لكن اجراء بسيط وسهل يعني ما فيه امتحان نظري ولو كان فيه امتحان نظري شيء اسألة بسيطة بس المسألة العامة والامتحان العامة ليه فممكن اكو اشخاص يعفون من يعني يكون عندهم اعفاء وعندنا في مصر بس على فكرة السواق بالعراق ومصر احسن من السواق بالنمسا لا ماشي احنا عندنا في مصر بنقولوا احنا مطفكين مع بعض في النقطة اللي يسوق في مصر يسوق في احد فعلا احنا 110 مليون تقريبا 110 صح بقنا 110 مليون والشوارع زحمة احنا عندنا بجد سوئين يعني ناس بتسوق بتسوق بروفشنال او اكو ناس اللي يسوقوا بالدعاء يعني اي حد نمساوي او اي حد عايش في اوروبا هينزل في مصر هيتوه هيسيب العربية ويمشي انا اصدقاء اني نمساويين لما بينزلوا معهم رخصة وبيقدروا ممكن يسوقوا هناك ما بيرفوش يسوق انا شخصيا في صعوبة بالنسبة لي انا اعرف ان اصدقاء رابطها بالشكل الشخصي لكن سماعة اشخاص حصلوا على الجنسية او على اقامة العمل ونزلوا الى العراق بيحكوا لي نفس الكلام انه في صعوبة مو هذه السياق اللي احنا تعلمناها او متعولنا عليها سحاليا وفي يعني موضوع مختلف شوي لا السوقة في النمسا اسهل يعني انا سوق في النمسا بالنسبة لي اسهل لان فيه بجد العدد اقل فيه نظام فيه حاجات كتير السوقة في النمسا اسهل من النسوق عندنا بس انا بتكلم على السهولة ان انت تطلعي رخصة مش محتاجة اوكي يعني الشخص لازم يتعلم وكل ده تمام بس مش محتاج يكون فيه كمية التعقيدات زي اللي بيطلع رخصة هنا اول ما جيت اتفاجئت واحدة صاحبتي انا كنت لسه جاي من مصر بقى جديد وكده وعارفة الدنيا بسيطة عندنا لقيت الدنيا كلها ببارك لها وجاب لها ترطاية ومبروك فبقول مبروك ايه فكرتها اخدت دكتوراه ولا حاجة يعني ايه طلعت الرخصة فانا بصيت قلت لا 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 الرخصة هنا بالنمسا اهم حتى من الجنسية بسبب اوكي عشان محتاجاها للعمل واشياء كتيرة بس ليه الناس بيتبرك لبعضها انها تحصل عليها بسبب الصعوبة بسبب الصعوبة بالتأكيد بسبب الصعوبة بالتأكيد حاجة ثانية حاجة ثانية مهمة جدا ان الرخصة بتحصل عليها بعد ما يصبح عمرك في منطعة السنة هذي مسألة جدا مهمة يعني انا جنسية لو كنت مولودة هنا فحصاتها الجنسية اوتوماتيكيا بالبلد مش اوتوماتيكيا اوي اقصد لما يكون العائلة لاب والام لم ساويين اوكي بيقدمو لك بتحصل علي الجنسية مثلا فمش معانات للحصول على شيء يعني هو اي شخص لما يتعب بمسألة ويجني ثمارها بيفرح اكيد او اكيد الحصول على الجنسية انجاز يعني عفوا الرخصة يعني فوق الالف وخمسمائة سؤال تعريبا تحدي بصراحة